لا يزال نحو ألفي أسرة من أهالي منطقة جرف الصخر من النازحين في مخيمة بزيبز جنوبي الفلوجة في محافظة الأنبار يتعرضون للإهمال الكبير ويعيشون ظروفا قاسية يفتقرون نتيجتها إلى الغداء والدواء فضلا عن تعرضهم إلى موجات الحر والبرد فيما تمنعهم الميليشيات المسلحة التي هجرتهم من الرجوع إلى ديارهم تحت ذرائع مختلفة والله التهجير صار لنا هاي اليوم صار لنا ثمان سنوات قاعدنا راحات بيوتنا راحات أو وضعنا من أساوي حل تعبان ومن هجرنا قاعد حجرتنا الميليشيات أو صار لنا ثمان سنوات لا هم مرجعين ولا هم مثل مخصصين وعمي قاعدنكم وعمي ترى ما ترجعون عليها نهاية قطعة أرض من الحكومة من الحكومة الأنبار ماكو وتفيد تقارير صحفية أن المخيم يعاني من أوضاع سيئة جدا في غياب الدعم الحكومي حيث أن خيامه جميعها تهرأت وباتت ممزقة بسبب الأحوال الجوية إضافة إلى خيام لم تستبدل منذ خمسة أعوام يعني عجزنا من الدولة العراقية من المناشدات يعني ثم السنين من المناشدات أي نتيجة ما جتنا حتى يعني ناس عندنا خطفة ناس تغيبت ما نندلها بها وين وناس أبرياء وذولا من يفك بريء ويجيبه ويوصله ويفرح بيها له إلى غصر بالجنة وهذه كلتها لحد الآن الدولة العراقية ما أجت ولا بادرت بهذا الشيء المخيم المنسي من قبل الجهات الحكومية لم توزع عليه أي مساعدات منذ أعوام في حين يزور السياسيون المخيم بين فترة وأخرى ويطلقون الوعود من دون تحقيقها ماكو حكومة وين الحكومة هي حكومة ميتة ما لتفلوس ما لترشوة أنا وقت نطفلوس هسا عندك معتغل أقضبوا وابنختي أقضبوا وكل شي قلوت عندنا نطك مليون وشاء يروح السباح ويتريح وراح يابا أول يوم من خالطك ومن عمتك ومن جدتك ومنين ما أخذوا منه وشم جال عندك هذين ينطونها مليون هو غشيم صار لخمس سنين هو ببغراء بنازل والله هاي إحنا تسع سنين من نزحنا من جرف الصهر عشيرة العويسات تسع سنين طبيها حزب الله والحكومة عاد كل شي ما بيها تسوي محافظة الأنبار وش كبرها وش عرضها وش ما يقدر تسوي محافظة الغداد وش كبرها وش عرضها وش ما يقدر تسوي ليش ما يقدر يطلع لحزب الله النازحون في مخيم بزيبز يعانون من مشكلة عدم امتلاك أوراق ثبوتية ومستندات قانونية حيث ترك معظمهم الوثائق الأصلية في منازلهم عند النزوح مما يمنعهم من القيام بأي فعل أو التحرك بأي اتجاه ويزيد من معاناتهم ويفاقمها ويفاقمها